دلوات يا بنات هنعمل مع بعض ازاي تزبطي حردة البط قد الكم بالزبط او تزبطي الكم على قد حردة البط اندي كل اللي بتعمليه بتقيسي حردة البط معي كي قد ايه بتجيبي الصدر كده اهو انا قيس تطلع معي مسلا 27 دي طريقة ان انا برفع الجزء اللي فوق كده يعني بعمل حرف اس على بسيط كده تشوف نهاية القمش فين وعمل علامة هوريكو بقى الطريقة التانية يعني انا طلع معي 27 باخد المزورة كده بميل واشوف ال 27 دي راح لحد فين راح لحد هنا فاعلم دلوقتي اسمت الخط ده الاثنين والجزء اللي فوق طلع معي هقسمه برضو الاثنين والجزء التاني اللي تح هقسمه برضو الاثنين النقطة اللي فوق دي هاطلع سنتي وكده عملت خط النقطة اللي فوق هاطلع سنتي والنقطة اللي تحت هنزل سنتي وهاعمل بقى هاوصل النقطة ببعضها ومر بالنقطة اللي ف النص كده نفس الرسمة طلعت اللي انا كنت رسمها لما رفعت الكم الفوق لما رفعت الحردة الفوق دلوقتي انا باخد بقى طول الكم بتاع قد ايه كده الطريقة دي هتطلع الكم قد حردة البط بالضبط يعني مش هتلاقي ولا ملي فرد يريد تكون الطريقة بسيطة ومكونوا فهمتوني دلوقتي هبتدي واقص علانة رسمية وهعمل فرد في النص لو الطريقة عجبتكو يريد تعليقولي وتقولولي ايه الاخبار وانا كده تانية القماش على اربعة حطيت البرصل على البرصل بس انا هنا محطتش على البرصل يعني عشان اوفر في القماش حطيت على نص القماش كده تانيته اتنين وبعدين رحت واخد طبقة تانية وتانيته على اربعة بحيث ان انا الجزء اللي من جوه ده هعمل بيه بقيت حاجات تانية نعمل فرد يبقى كده خلص البعض اللي اقوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة